انما انت عايز عجة من غير البيت من غير حاجة فبتكون عكة مش عجة طيب برضو على ذكر الفرق بين القديم والجديد واللي لازما يتاخد مبارح وحتشوفوا الصور دلوقتي أستاذ جمال علام عمل اجتماع مع كابتن إبراهيم حسن كابتن إبراهيم جي مع كابتن حسام مدير الجهاز فالحقيقة حاضر الأستاذ جمال علام واللي هو مشهور ومحمد ابو الوافع عن الاتحاد وحاضر طبعا وليد العطار المدير التنفيذي وكابتن إبراهيم حسن وجنبيه وليد بدر هنا لغاية دلوقتي الجهاز ما تشكلش يعني اتحاد الكرة ما خادش قرار إلا بتعيين الكابتن حسام حسن مدير فنو إبراهيم حسن آه وإبراهيم حسن مدير للمنتخب إنما الخبر الصادر رسمي على الاتحاد واصف وليد بدر إنه المدير اللي داري للمنتخب أنت بتنصفه رسميا من غير ما تطلع له قرار ما علينا هي جزء برضو من اللي حاصل لكن الحياة القضية اللي أصيرت هنا واللي لازم أن ننبه لها باهتمام أنا بس بالنسبة للمنتخب معلش فيه حاجات عشان أفهمها أنا مع الجمهور صد هو بالنسبة للمنتخب فيه مدير كورة ومدير إداري دور ده إيه دور ده يعني أنا عايز أعرف هو المدير الإداري ده يعني بتاع الإجراءات ومدير الجهاز ده مدير إداري عنده كل الاختصاص الإداري بيوم ما بيحب يسافر حنقول مدير إداري ده عشان يجهز السفر ويحجز قتل له هو إداري بس السن بس بخلص الجملة عشان نستفهم أنا إيه السؤال بتاعي المدير الإداري إنك إنت تجيب واحد للإجراءات طبعا ده متوفر في التحاد طول عمر التحاد الكورة كان فيه الكابتن علي عبد العزيز صحيح صحيح بعد كابتن سمير عدلي بل وقابليه سمير عدلي كان هو دول في الاتحاد أيوة مش مرتبطين بالأجهزة ما انتاش محتاج حد من بره بيعملك اللي انت عايز بخبراته وعلاقاته انت فكرة إنك تبقى عندك مدير كورة طب مدير الكورة سلطاته إيه سلطاته عشان إيه طب مدير الفني سيبك إن بالنسبة لكابتن إبرايب والكابتن حسام فيه تنعم مش هيحصل اقتضام وعارفين كل واحد مع التاني يكمله بعض الزبط لكن أنا بتكلم في البناء بناء المنطقي للجهاز طيب اعتبر لو فيه جهاز آخر كنت هتقوله هو المدير الكورة دوره إيه ومدير الإداري دوره إيه ما المدير الإداري مش هيبقى بتاع الكورة وبتاع زي ما في فلندية واخد بالك أو اللي بيحجز لك أو اللي بيعمل لك طيب الاجتماع ده اللي كان مبارعه حضراتكو شايفين الصورة بتاعته الحقيقة ناقش كابتن إبراهيم حسن طرح على الأستاذ جمال علام عايزين نقعد مع مسؤولي الأندية علشان توقفات الدوري عايزين يبقى فيه توقفات كافية للمنتخب ونخفف على الأندية تلاحم المباريات في ضغط المباريات عايزين نخلص منها شوية هنا المشكلة الكبيرة فيها هنا المشكلة فيها هنا المطالبة بمعسكرات للمنتخب برى الأجندة الدولية طبعا الكلام أيام الكابتن الجهري والمعسكرات الطويلة كانت هي دي السمة السائدة لأنه وقتها مفيش احتراف جد مفيش لعيبة بره انت تقدر عايز تجيبهم وفي نفس الوقت مفيش ضغط مطشات زي دلوقت عدد الأندية كان كامل عدد الأندية أقل وارتباطات الأندية بالمشاركات الخارجية كانت أقل يعني أنا لما يكون ترح على فكرة في الكلام إن النادي الآلي ما هو النادي الآلي على سبيل المثال مريح بقاله قد كده فالنادي الآلي بالأرقام أكتر نادي لعب من بداية الدوري هو دلوقتي الآلي مريح مين الآلي؟ اللعيبة اللي موجودة مع كولر طبعا تمانية موجودين مع فيتوريا كانوا في بطولة وتلاتة محترفين واثنين منتخب إلومبي وعشر منتخب شباب أجانب واخده لك يعني انت عندك قوام بالكامل مش مريح ولا حاجة ثم أن الأهلي بالدور الأفريقي ودور الأبطال وكاس العلم للأندي عدد المطشات اللي لعبها أكتر من أي نادي في الدوري لكن الخطورة اللي جاية فين؟ وأتمنى أن دي ما تعملش تصادم أتمنى أن ده ما يعملش مشكلة أنت حتوقف الدوري علشان المنتخب طب اللعبة دي كولر والرجل اللي في الزمالك والرجل اللي في بيرامدز رايحين بأحمال بدنية معينة لللعبة دي نقطة تانية منطل خطورة أنت حتوقف الدوري مش هتقدر تجيب المحترفين بر مصر اللي في الخارج محدش يجيبهم إلا في الفيفا ديت موعيد الاتحاد الدولي هي المسموح دي في الأجندة الدولية لعبت الداخل دول كابتن الجارة كان بيوقف ويخدهم شهر يطلع الجبل في السويس ويروح مش عارف فيه كابتن الجارة لغى الدوري أبراهيم ولغى الدوري لما رحكس عالم يعني كانت المسألة غير دلوقتي الدوري دلوقتي دوره فيه رعاة فيه فلوس فيه عود احتراف فيه مدربين أجانب فيه أرقام كبيرة فيه عوائد بس فيه حدودة كبيرة قوي على الطرابيزة مختلفة عن الأول اللعيبة دي لعيبة منهكة ومجهدة من تواصل المباريات الأندية بتحاول زي الأهلي يعمل روتيشن عشان يوزع المجهود شوية حتتاخد اللعيبة الدوليين وساعتها عشان مش هتجيب المحترفين برة فحتتتوسع في الاختيارات المحلية عم كنت لهاي عشر اتناشر واحد من الأهلي مثلا طب هم هو كده مريحين ولا عبء زيادة هيجوا للنادي مصابين لا بقول لكم ده عشان قبل ما تصار ويبقى فيه مشاكل أخطر نقطة أخطر نقطة أخطر نقطة أقول لك عشان تريح عنديه إزاي ده انت حتضغطها أكتر لأنك لما تاخد فترات هتبقى على حساب ما تشتكت هتتلاعب طبعا هتحط دوري ما تضغط أكثر بدل ما هيخلص في نهاية سبعة هيخلص في تسعة بعد ما يلعب كل رابع يوم حيلعب كل ثالث يوم ها أو كل كل ثمانية ربعين سلاعة كمان طيب هل لما الأهلي يعني الاجتماع ده اخدوا بالكوا حاجة يعني الأستاذ جمال علام واللي هو مشهور ومحمد أبل وفا أولا الدوري مش بتاعهم كان لازم أن اللي يحضر الاجتماع ده أحمد دياب النهاب أحمد دياب هو رئيس الرابطة اللي بتدير الدوري مش الأستاذ جمال علام خالص رقم اتنين انت بتناقش شأن فني والرجل اللي انت عينته مدير فني اللي الاتحاد مش قاعد كابتن علاء نبيل آي آي يعني التوقفات دي رأيه فيها كان الرأي الفني للمدير الفني مش موجود مشان كده يا جماعة ده معناه يا سيد براهيم هل في جدية في هذا الكلام انت مش شاف أدوار يعني انت مش محدد دور مدير فني ايه وهو لازم يقولهم ما فيش حاجة زي كده تتعمل إلا ما كل رأي حاسم فيها طبعا الكابتن حسان حسن يقعد مع الكابتن علاء نبيل ويقوله رؤيته ايه ويشوف ايه اللي ممكن يتعمل لكن حنسيب الجهاز الوطني يصطدم بالأندية وبعد كده تطلع الأندية هي اللي دمها تقيل وهي اللي مش متعاونة مع المنتخب وعشان سين وعشان صاد صدقوني دي الحدوتة اللي جاية فمنعها بدري قوي يجي بالنظام انت عندك أجندة دولية خلال الأجندة الدولية اللعبة اللي في الأهل والزمالك وبرامد زي يوم زي صلاح وتريزيجيه والنيني ده لعب محترف بياخد مقابل عشان عنده ارتبطات لن من نظرة دي تبقى كده طبعا